زر عضو مجلس القيادة الراسية طريق صالح مقر سفارة بلادنا في لندن للإطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة في مختلف الأقسام ونقش عضو مجلس القيادة مع سفير دكتور ياسين سعيد نعمان ومسؤولية السفارة والعملين فيها عددا من القضايا المهمة التي تخص بناء الجالية اليمنية المقيمة في المملكة المتحدة واستمع عضو مجلس القيادة إلى شرح مفصل حول الأنشطة والخدمات التي تقدمها السفارة لتسهيل أوضاع الجالية اليمنية معبرا عن تقديره للجهود المبذولة من السفير وطاقم العمل في السفارة واختتم طارق صالح زيارته بجولة في أروقة السفارة مشيدا بالتزام وإخلاص العملين وما يبدونه من عزيمة وتفان في آداء مهمهم